بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السابع من الفصل الخامس لمكرر نظم التشغيل في الجزء ده جماعة هنكمل كلامنا عن البيجنج وناخد بعض الأمثلة مع بعض طيب نشوف مثال مع بعض كده احنا اتفقنا إن اللوجيكال أدرس يتكون من جزءين فكثين ايوه برافو البي والدي صح؟ ده مثال إن مثلا نعيسبي المثال ممكن البي يكون عندك عشرة بيت بالمنظر اللي قدامك ده والدي يكون مثلا اتنين وعشرين بيت بالمنظر اللي قدامنا ممكن على فكرة الأرقام دي تتغير بس ده نسال وفي حالة لما يكون البي عندك عشرة بيت يبقى إذا عندك كام بيتج احتمال بقى يبقى كام صح؟ اتنين قصة عشر يبقى عندك اتنين قصة عشر يعني ألف واربعة وعشرين بيتج يعني واحد كيلو ماذا كده؟ جميل طيب اتنين وعشرين بيت لما يكون الدي اتنين وعشر بيت يبقى أنت عندك كام أدرس بير بيتج؟ اه صح اتنين قصة اتنين وعشرين يعني أربعة ميلا بيت ماذا كده؟ طيب ده مثال بسيط جدا بيقولك طيب في حالة بقى لو احنا ايه؟ لو احنا زودنا شوية البي بقى اتناشر بيت وقللنا الدي بقى عشرين بيت يعني البي بقى اتناشر والدي بقى اتنين وعشرين ايه اللي يحصل قدامي؟ بيقولك ايه؟ بولا خلي بالك بقى لو احنا زودنا عدد البي بيت بتاعت البي طبعا البيتج هتزيد بقى اتنين قصة اتناشر يبقى اصبح عندي كام بيتج؟ اربعة كيلو طيب والأدرس بربيتج يبقى كام؟ واحد ميج هيقل بولا خلي باك في نسبة وتناسب ما بين الاتنين وده مثال البي تبقى باثناشر والدي تبقى بكام؟ باثنين وعشرين طيب جميل what pigeon gives us؟ يعني ايه؟ البيجنج ده gives us ايه يا جماعة بتدينا ايه؟ يعني ايه مميزات البيجنج؟ بيقولك رقم واحد في مميزات البيجنج there is no external fragmentation معاش في حاجة اسمها external fragmentation خلاص اتغلبنا على external fragmentation وايه كمان؟ وكمان internal fragmentation is minimized يعني بقت قليلة جدا لرقم اثنين اذا فيه مميزات اه فيه مميزات ايه هي؟ مفيش external fragmentation والانترنال fragmentation قلت بقدر الامكان بقتت minimized كمان في حاجة كمان اه بقولك دلوقتي عندي البيجي تيبل بقى له دور بقى في حاجة اسمها وهو اللي بيقوم بعملية ايه هي؟ التحويل الديناميكي ما بين الليجيكال ادرس لايه هي؟ لفيزيكال ادرس دلوقتي بقيت استفيد من ايه؟ من حاجة جديدة ليه مين؟ البيجي تيبل وهو بقى اللي بيقوم بعملية التحويل من الليجيكال ادرس للفيزيكال ادرس جميل وخلي بالك ممكن نقلل fragmentation بقدر الامكان رقم اربعي يقولك لو ايه لو انت قللت هيه 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 reduce ايه الفريمز بقيت ايه حاجمها بسيط قوي ممكن تقلل fragmentation قوي يعني لو انت عملت small frames ممكن تقلل fragmentation بس خلي بالك كل ده على حساب الصيز بتاع البيجي تيبل على حساب حاجم مين؟ البيجي تيبل اذا عندنا كميزة في البيجينج اربع مميزات نقوله مع بعض نقل اكستيرنا فريجمنتشن مفيش اكستيرنا فريجمنتشن رقم اثنين الانترنا فريجمنتشن قليلة جدا رقم ثلاثة البيجي تيبل بقى هو بقى ايه صاحب المهمة الاساسية من تحويل الليجيكال ادرس لفيزيكال ادرس جميل رقم اربعة ممكن اقل الفريجمنتشن قوي امتى لو انا صغرت الفريمز لكن صغر الفريمز بيزود حجم مين؟ البيجي ايه؟ البيجي تيبل معايا؟ جميل طيب نكمل كلامنا ونقول فيه حاجة اسمها الفريم تيبل بقى جماعة لابد ان يكون عندي جدول برفريمز اللي موجودة في الزاكرة لازم يعني علشان نبدأ اعمالها عملية التخصيص دية من البيجيكال ادرس لفيزيكال ادرس لابد نكون عندي جدول بالاماكن الفريمز الفريمز الفاضية في الزاكرة ومين اللي مشغول ومين اللي مش مشغول مش كده؟ تعالي نشوف مع بعض بيلك ايه؟ ان الـ operating system needs to keep track يعني يتابع ويرائب all allocated and free frames in memory يعني ايه؟ يعني احنا نظام التشغيل لابد انه ايه؟ يتابع ورائب جميع الاماكن الفاضية والمشغولة فين؟ في الممور جميل؟ طب بيعمل ايه الكلام ده بيعمل حاجة اسمها الفريم تيبل او جدول الفريمز جدول الفريمز دي بيبقى فيه يا جماعة بيبقى فيه الـ frame number رقم الفريم وحالة الفريم هل هو allocated او لا؟ allocated او free؟ يعني ايه؟ allocated يعني هو فيه دلوقتي فيه process او ما فيهش؟ free فاضي او لا؟ طيب ولو هو allocated يكتب كمان مين اللي ايه شغله؟ الـ process رقم كامل لشغله؟ رقم ستة؟ معناها كده انه الـ owner بتاعه هو رقم ستة الـ process هو رقم ستة طيب ولو كان كمان مشغول بالـ process رقم ستة الـ process دي فيها كام بيتش؟ متخيلين يا جماعة؟ حكاية كاملة؟ كل الحكاية يعرض كل الحكاية يعرض الفريم number وكمان الاماكن المخصصة في كل فريم ويهو هي كمان ايه؟ يقولك مين الـ process اللي شغلها؟ كمان؟ وايه كمان؟ وعدد البيتش لكل بيتش؟ طبعا لو الفريم فاضي طبعا مش يبقى قدامها لـ owner ولا بيتش لانا فاضي صح؟ كذلك انا برضو لا قدامها لـ owner ولا بيتش طيب بص كده معي على الفريم number 3 يا جماعة allocated مخصص من قبل owner process ليه مين؟ ليه رقم ثلاثة طيب الـ process رقم ثلاثة ديته يا جماعة فيها كام بيتش؟ فاستة بيتش؟ معي يا جماعة يبقى فريم تيبل بيحكي حكاية الفريم لكل فريم بيحكي هل هو ماماين مخصص او لا غير مخصص فاضي ولا مش فاضي؟ ومين كمان الـ process اللي جوا؟ وكان بيتش جوا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته